من الناصرية ينضم إلينا الآن الكاتب والصحفية كاظم لعبودي أهلا بك سيد كاظم المؤشرات تأتوضي حزوفا عن المشاركة بالانتخابات مئتا ألف شخص في ذيقار وحدها لم يزوروا مكتب المفوضية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات كيف تعلق على ذلك؟ أهلا ومعي السلام عليكم ورحمة الله طبعا أكيد هذه رسالة واضحة من الجماهير والشعب بمقاطعة الانتخابات وإن كانت بمقاطعة نسبية طبعا سوف يكون هناك كسر للمقاطعة بمشاركة بعض المحتجين وبعض الاحتجاجات ودخولها بهذه وهذا ما يميز الانتخابات في هذه السنة وقانون الانتخابات لكن بشيء أعم هناك مقاطعة مقاطعة سوف تكون مقاطعة كبيرة وهذا ناتج بعدم الثقة بالانتخابات عدم الثقة بالعملية الديمقراطية لأنها لم تفضي إلى شيء رغم مرور 19 سنة وغياب مشروع الدولة بالإضافة إلى غياب مشروع المرشح وغياب مشروع الحزب وغياب كذلك للعدالة الاجتماعية والعدالة المجتمعية التي تقدمها الدولة منذ 19 عام فما أفضل إلى رغم طبعا في ما قدمه الشعب وما قدمه كافة أطياف الشعب باتجاه هذه العملية الديمقراطية من تقديم دماء ولاحظنا بعد 2003 بالانتخابات أن هناك كثير من المواطنين ورجال الأمن احتضنوا الانفجاريين واحتضنوا الانتحاريين لتسير العملية الانتخابية وليأمن المنتخبون وليؤمن عملية الانتخابات بصورة صحيحة وسليمة وتسير العملية الديمقراطية بسلام وأمان ولكن مع الأسف الشديد لم تفضي ولم تنتج تلك الانتخابات رغم ما قدمه من دماء وما قدمه من تضحيات وما قدمه من تحديات القاعدة وغيرها من المسميات كانت تريد القضاء على الدولة بكل ما موجود لكن عدم الثقة بالأشخاص عدم الثقة بالأحزاب الموجودة والمرشحين عدم الثقة بالبرامج الانتخابية التي تقدم لليوم اليوم البرامج الانتخابية لغاية الآن هي برامج انتخابية سطحية وغير واعية وغير مسؤولة أصلا هي لحد الآن تقدم للمواطن وتسطح عقلية المواطن وتقدم له محولة وتقدم له سبيس وتقدم له كذا من الأمور السطحية ومن ذات الشخص الموجودين في هرم السلطة ومن ذات الأناس الموجودين الآن في الأحزاب هذه كارثة بالديمقراطية ومصادرة طبعا أكيد للدولة ومصادرة واستغلال للدولة سيد كاظم طيب ما هي قراءتك للمقاطعين البعض يتوقع حركة احتجاجية سنشهدها أوسع من حركة تشرين ربما ستنطلق بعد إعلان نتائج الانتخابات المقاطعين ممكن تقسيمهم إلى فئتين المقاطعة للمواطنين بصورة عامة والمحتجين هؤلاء طبعا أرسلوا رسالة واضحة للدولة ومن يقوم على الدولة والأحزاب الموجودة الآن في الدولة وفي الحكومة بأن هناك رسالة احتجاجية مقاطعة للانتخابات لأن الانتخابات هي بذات الوسيلة السابقة ولم تغير شيء ولم تأتي بشيء ونتائجها سوف تكون لا تغير من واقع المواطن ولم تقدم ودل على ذلك لا توجد مشاريع دولة لحد الآن ترتسم ولا ترتسم للدولة العراقية أما المقاطعين كأحزاب أعتقد أن هناك قراءة من هذه الأحزاب للشارع ومقارع قراءة للمقاطعة تعرف هذه الأحزاب أن هناك كم كبير من المقاطعة فميزان المقاطعة سوف يكون ميزانيا ميزان المقاطعة وميزان عدم المقاطعة فارتأت أن تكون مع المقاطعين لكي تعود مرة أخرى كتدوير للعملية السياسية لكي تكون مع صف المقاطعين لتعود للسلطة مرة أخرى وهذه طبعا أسلوب ذكي من قبل هؤلاء وهم لم يقدموا شيء بالأساس من كانوا في السلطة الآن يعودون بشيء آخر أود أن أشكرك الكاتب والصحفي كاظم العبودي كنت معنا من الناصرية شكرا جزيلا لك